طيب أخونا محمد عبقول إنه إذن العمال صلوا معه خمس سنوات ونحن بنعرف إنه بعد خمس سنوات يحق الشخص يقدم على الجنسية إذا كان مع هذا عبقول إنه هو مرن مؤثر عم بدفع السيكورتا والأمور بالسليم كله إعتاد شو الإجراء إنه يقدم على الجنسية؟ طبعا التقدم على الجنسية عن طريق محامي بصير هو بيعطي المحامي تركي طبعا هو بيعطي الأوراق هاي للمحامي ومحامي هو اللي يمشيله بالأوراق يعني من نهاية بس بيطلعه إن شاء الله؟ طبعا إن شاء الله هلا هي هاي خمس سنوات هن من القانو خمس سنوات بيدرسوا وضعه نعم وبعدين على الأساسة بلقول إذا بيطلعه أو لا طيب حسب علمك إذا كان واحد معه إذن عمل عفوا إذا كان معه إقامة سياحية وصل له ست سنوات في البلد وطلع بعدين إقامة عمل بدخلوا الست سنوات السابقة في إدبارت ولا لا طبعا ما بدخلوا من تاريخ حصوله حصول الأزل العمل يا سلام الله بشرحك بالخير حقا حقا